كلام مفاجئ من فصائل غزة عن الرهائن الإسرائيليين من سجن إلى مقبرة أنجلينا جولي تعلق على حرب غزة حلوا لغز أعنف حدث في التاريخ هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث في اليوم السابع والعشرين للحرب في غزة زاد الجيش الإسرائيلي من وطيرة عملياته البرية مسؤول الأعلام في لجان المقاومة الشعبية بالغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وصف ما يفعله الجيش الإسرائيلي بأنه عمليات كر وفر ودخول وتموضع وخروج وليس اجتياحاً بالمعنى الفعلي وبحسب المسؤول هو نفسه فإن الفصائل غير قادرة على حصر أعداد الرهائن بسبب الأوضاع الميدانية وما وصفه بتعنة الجانب الإسرائيلي لكنه عاد وأوضح أن أي شخص لم يشارك في الخدمة العسكرية الإسرائيلية يمكن أن يفرج عنه ويطلق سراحه لم تترك الحرب في غزة أحداً إلا ودفعته إلى أخذ موقف من جهة ما النجمة العالمية أنجلينا جولي دانت القصف الجوي الإسرائيلي على غزة ووصفته بالمخالف للقانون الدولي وأضافت أن غزة كانت سجناً مفتوحاً منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية الحرب في غزة غيبت الأحداث في السودان قليلاً لكن النزاع هناك عاد وبقوة نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دجلو دعا قواته إلى التحرك والسيطرة على جميع ولايات السودان وجميع مواقع الجيش في البلاد وزارة الخارجية الأمريكية دعت الطرفين المتحاورين إلى الوقف الفوري عن شن هجمات أخرى في الفاشر والمناطق المحيطة بها للوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنسان الدولي فيما يتعلق بالمدنيين عرضت مجموعة من العلماء نظرية جديدة قد تحل لغزين يتعلق أحدهما يدور كل يوم حول كوكب الأرض والآخر قد يكون موجوداً في بطنها وبحسب الأبحاث الجديدة فإن الكوكب الثية الذي اصطدم بالأرض بسرعة 36 ألف كيلو متر بالساعة في أعنف حدث بالتاريخ بقايا الاستضام ظلت مجهولة المكان وهذه القطع الصخرية المنصهرة والتي يبلغ حجمها عشرات عدة من الكيلو مترات بردت وتجمدت ونزلت إلى حدود وشاح الأرض ونواتها وسعدها في ذلك وجود نسبة من أكسيد الحديد أكبر من تلك الموجودة في البيئة الأرضية ما جعلها أثقل ترجمة نانسي قنقر